السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم بالفيديو الماضي اللي عملته عن مراجعة فيدورة 35 حكيت أنه التوزيعة مناسبة للشخص أو المستخدم المتوسط إلى المتقدم بعدما رجعت الفيديو حسيت أني ظلمت الناس المبتدئين أو كان في نوع من الغرور أو النظرة الفوقية لا هذا الكلام أكيد ما له صحيح لأنه أنا الفيديو نفسه حكيت أنه الشغلات اللي عملتها أخذت مني شوية وقت لحتى أساويها يعني حسيت حالي كمبتدئ مع الفيديو فاليوم اللي رح ساوي بالفيديو رح نساوي عدة خطوات بتخلي تجربتك أنت وعمالك تستخدم النظام أحسن بكتير وأشمل بكتير وبتسهل عليك اللي رح نساوي أنه أول شي رح نساوي رح نعمل شوية تعديلات لحتى نخلي عملية تنزيل البرامج وتحديث النظام أسرع بكتير لأنه فيدورا بشكل أساسي بشكل ديفولت بتكون عملية الأبديت بطيئة فرح نسرعها الشغلة الثانية كمان حكيتها بالفيديو أنه فيدورا بتيجي ما دعم فلات باك بس ريبو أو مستودع اللي فلات هوب ما له مفاعل بشكل أوتوماتيكي فرح نفعل الفلات هوب كمان اللي رح نساوي أنه رح نضيف مستودعات الطرف الثالث اللي بتسمح لي أنه يكون في عندي تشكيلة أكبر بكتير من البرامج واللي رح نساوي بآخر الفيديو أنه رح نضيف تعريفات انفيديا باعتبار أنه مثل ما حكيت أنه أنا عندي لابتوب عليه كرشاشة انفيديا فحبيت ورشيكم كيف بتتمع عملية تنصيب هاي التعريفات على فيدورا اللي بيصير بفيدورا أو أي توسيعة لينوكس أنه أنا وقت اللي بدي ننزل برنامج جديد أو أعمل update فأول شيء الباكيج مانجر بيعمل عملية مزامنة بين نظامي والسيرفرات بحالة فيدورا فهاي عملية المزامنة بطيئة نحنا ممكن أنه نسرعها إذا عملنا الخطوطين اللي هلأ رح نشوفهم فأول شيء نفتح الترمينال أنا هلازم نسويها بالترمينال لأنه بدي صلاحيات root بالترمينال منقل له sudo nano etc dnf.conf اللي رح نسوي هون أنه رح نغير إعدادات الباكيج مانجر ونعطيه كلمة الزر طبعا إذا كتبتها صح هلأ نأتي لآخر الملف ونكتب max parallel downloads طبعا ننتبه للـ underscore ونعطيه رقم 10 هاي الخطوة عمالها تساوي لعملية download عملية تنزيل متزامنة بتفتح أكثر من قناة لحتى تسرع عملية التنزيل الشغل الثاني اللي منساويها ضمن هذا الملف ضمن نفس الملف منقله fast test mirror يساوي true وننتبه أنه حرتي capital هاد الشي لحتى الـ package manager يختار أسرع سيرفر بالاعتماد على المنطقة الزمنية اللي أنا فيها منضغط على control x لنحفظ الملف نعطيه yes ونضغط enter هلا وقت اللي بعمل مزامنة أو update فمن المفروض أنه تكون العملية أسرع بكتير بالنسبة لدعم الـ flat hub اللي حكيت عنه بالفيديو الماضي وقت اللي عملنا مراجعة التوسيع فأنا قلت إنه إضافة السيرفر أو الـ repo هو عملية بغاية البساطة مشرط اللي علينا إنه نعمله إنه نروح للرابط اللي أكيد رح أتركه بسندوق الوصف اللي هو fedora developer من الفيدورا developer رح نجي وننسخ التعليمتين اللي موجودين عندي وطبعا أنا بلاحظ بهذه التعليمتين إنه عمله اللي if not exist فإذا كان الـ repo موجود فهو ما رح يضيفه مرة ثانية أما إذا ما له موجود فرح يجي ويضيفه فأنا بس بنزخ هذول التعليمتين نعم العملية نسخه برجع مرة ثانية بفتح الـ terminal إذا ما كنت فاتحها نعطيه أول تعليمة هلا بيطلب مني إني أعمل عملية مصادقة وهي خلصنا من أول تعليمة نجي للتعليم التانية كمان منضيفها له عملية نسخ ولسق هلا ما رح يطلب مني مصادقة لإني صادقة بالمرة الأولى لازم إني أعمل عملية إعادة تشغيل بس قبل من أعمل إعادة تشغيل خلينا نكمل مع الخطوة الثانية واللي هي إضافة مستودعات الـ RPM Fusion بالنسبة للـ RPM Fusion فكمان رح أترك الرابط بسندوق الوصف اللي هو rpmfusion.org من هاد الموقع بيجي لـ Enable RPM Fusion On Your System هلا منيجي منشوف أنه في عندي أكتر من خيار في عندي الفري والننفري مثل ما حكيت في الفيديو الماضي في عندي ممكن أني ساويها بشكل عن طريق الواجهة الرسومية باستخدام الفايرفوكس وممكن أني ساويها عن طريق الكوماند لاين الترمينال مثل ما رح نساوي هلا فأنا بيجي بالنسبة للفيدورا With DNF فأنا بنسخ خيار التعليمه كمان برجع للترمينال وبعمل له عملية اللسق هلا بعطيه كلمة السر وهيك رح يعمل لي إضافة الريبو اللي أنا بديها هلا مثل ما اللي شايف أنه باعتبار أنه نحن فعلنا خيار الفاستست ميرور فهلا أول شي عماله يعمل عملية فارز ليختار أسرع سيرفر أريد مني هلا بيعمل عملية المزامنة مثل ما اللي ملاحظ أنه حتى أنه بتظل العملية بطيئة شوي أبطأ من غيرها بس أنا شايف أنه سرعة الانترنت تقريبا مطابقة للخط اللي موجود عندي فما فيها أي مشاكل ويعتبرها سريعة بالقدر الكافي هلا بعد ما خلص المزامنة عمال يشوف أنه رح يقول لي أنه رح ينزل لي الار بي ام فيوجين اللي فري ون فري فبعطي حرف الواي يس وبضغط انتر وهي بتكون هيك خلصت هلا قبل ما نعمل عملية إعادة التشغيل خلينا أول شي نكمل مع تنزيل تعريفات انفيديا وآخر شيء نعمل إعادة التشغيل مرة واحدة بالنسبة لا الانفيديا باعتبار أن نحن موجودين بموقع الار بي ام فيوشن فخلينا ندور على انفيديا انفيديا وهلأ يأتي للخيار الأول الذي هو how to انفيديا يأتي للإنستوليشن ونمشي مع الخطوات المطلوبة أو الموجودة بالصفحة أنا أكثر شيء يهمني بهذا المكان بهذه الصفحة هنه شغلتين أساسيات أول شيء أني أعرف شو نوع كرت الشاشة اللي عندي صح هو انفيديا بس أنا في عندي إصدارات فلازم أعرف أي واحد منهم وفي حال أنا كنت على لابتوب مثل ما أفقع أنه أغلبنا فاللي لازم أني أعمله كمان أنه أأتي للأبتيمس الأبتيمس اللي هي بتسمح لي أني أشتغل إما على الكرت الشاشة المدمج أو على الخارجي على المنفصل هذه العملية توفير البطارية واستهلاك الطاقة دعنا أول شيء نأتي للإنستولين وهون اللي بدي أعمله أول شيء لازم أني شوف شو هو نوع أعرف شو الكرت اللي عندي فمنجي للتعليمة الأولى دعنا ننسى السبين فأنا اللي بيهمني بس القسم الثاني اللي هو اسم التعليمة بالذات فأنا بنسخ هذا الجزء إذا بدك تكتب كتابي مالهب هالعملية الصعبة ولكن دعنا ننسخ ونعمل عملية لسق فأنا شايف بالنسبة اللي يعطاني كرت الشاشة اللي عندي اللي هو جي فورس جي تي اكس تين ففتي تي اي هلا أعرفت شو كرت الشاشة اللي عندي منيجي لتنزيل الدرايفرات باعتبار أنه أنا في عندي جي فورس فهون في عندي قسم الجي فورس بيجي باخد التعليمات مثل ما هي اللي موجود بعد إشارة الهاش هو عبارة عن تعليق عن كومنت ما لي محتاجه اللي بهمني هو السودو دي ان اف فأنا بيجي سودو دي ان اف ابديت هاي العملية أنا هون بدي هلا وقف الفيديو لأنه ما لي عامل اي ابديت وبعرف انه في عندي تحديثات كثيرة هلا رح نشوف انه التحديثات كثيرة بكثير فرح نوقف هاي العملية رح بس يوصل للتأكيد ومنكمل بعدها هلا متل ما اللي شايف انه عماله يقول لي انه رح ينزلي بحدود الجيجا فلحتى ما طول الفيديو رح اضطيس وبنرجع بعد ما نخبص عملية التحديث وهي لازم اني اعمل معها ابديت فمنرجع بعد ما اعمل ابديت بعد ما اعمل ريبوت بعد ما اعمل اعادة تشغيل للجهاز طيب هلا بعد ما خلصت عملية الابديت وعملت اعادة تشغيل خلينا قبل ما ننزل الدرايفرات اول شي نتأكد انه الدرايفرات المستخدمة هي الانتل وليست انفيديا فبفتح الترمينال مرة تانية وبالترمينال بكتب التعليمه جيل اكس انفو بعطيه اشارة البايب او الخط الواقف وبقول له غريب داش اي أوبن جيل هاي اللي بتساوي لي اها غريب بتعطيني بتعمل عملية فرز للنتائج اللي بتطلع على الشاشة وبس بتختار اللي فيها كلمة والماينس اي داش اي لحتى ما يميز بين الاحراف الكابيتال والاسم فبعطيه انتر وبشوف انه الفندر انتل هذا الدليل انه انا ما اعمالي استخدم الانفيديا خلينا نرجع لموقع الار بي ام فيوجين من الفايرفوكس نرجع الار بي ام فيوجين هلا بشوف انه هون عمله اللي انه نزل نسخة انفيديا 470 بس نحن اذا عملنا عملية search sudo dnf search xorg x11 x11 drf nvidia فانا سوف نرى انه انه في عندي كل هاي النسخ موجودة من الفايرفوكس انا ممكن اني استخدم اي واحدة منها اذا كان في عندي نسخة احدث من الاربعمية وسبعين ممكن اني نزلها بس انا شايف هون انه الاربعمية وسبعين هي اخر اصدار فرح نمشي مع اللي عمالي اللي اياه فانا بيجي بنسخ هذا السطر بعمله عملية لسق بضغط على enter وهلا هون بعطي موافق وبيبلش نزللي اياها هلا بعد ما خلصت عملية تنزيل الدرايفرات بنرجع للصفحة لنشوف اذا كان في خطوات تانية لازم انه نساويها بيشي بشوف انه التعليم التانية المطلوبة عندي مكتوب عندي بالكومنت انه optional بالنسبة لفيديو اليوم ما رح نساويها اللي هي تنزيل تعريفات الكودة الكودة طبعا مهمة انا بتفيدني على سبيل المثال اذا كنت بدي نزل الفينك والم في ديك هاي لعملية الديكود والانكود وقت اللي بدي ابني الف اف ام بي اي جي انا اليوم ما رح ساويها رح نكمل بالخطوة اللي بعدها اللي هي الخطوة الاهم بالنسبة اللي بالنسبة اذا كنا عمنا نشتغل على لابتوب بيجي للخطوة الرابعة الاسبيشال نوتس وبيجي مع الابتماس بالابتماس انا هون ما مكتوب عندي اي شيء بس رح يوديني لصفحة ثانية اللي هي الابتماس هاو تو بيضغطها وبيجي انا اللي بديها اللي بهمني اللي هو الانفيديا برايم سابورت بيجي مع الابتماس وبشوف اني اول شيء باخد سودو ماينس اس لحتى يعطيني صلاحية روت سودو ماينس اس بيعطيك كلمة السر مثل العادة الآن بنسخ الملف هذا عبارة عن ملفها لان الابديت ما رح ساويها لانه من شوية عملية الابديت بس رح انسخ من السطر الثالث للنهاية بنسخ هذا الكلام وبحطه بالترمينال هلأ عمل لي هاد بالاساس شو عمل لي؟ عمل لي ملف جديد اسمه nvidia.conf اللي هو هاد ضمن المسار etc.modprobe.d هاد رح يحط لي موديولز الانفيديا بالكرنل هلأ منيجي للخطوة الاخيرة بالنسبة للخطوات اللي بعدها انا هلأ هون ما رح نساويها انا اللي بهمني اني اجي للبرايماري سبورت للبرايماري جي بيو بنسخ التعليمه مثل هذه بس هاي هلا بنساويها هاي لازم ساويها مع صلاحيات روت فانا اذا ما كانت موجود ما كان المستخدم هو الروت هون انا موجود ضمن الروت بس اذا عملنا اكزيت مثلا فلحتى نفذ هاي التعليمه لازم اني حط سودو بالبداية هلأ بيجي هو شو عمله هون نسخلي ملف انفيديا.conf اللي موجود بالمسار التالي اللي هو اليوزر شير نسخلي نفس الملف لل اتسي 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 بيجي بهذا الملف لتحت اخر اوبشن وليس اخر سطر لتحت اخر اوبشن بنزل بعمل سطر جديد اللي هي مكتوبة التعليمه بالنسبة لي موجود شو اللي لازم اني ضيفه وبضيف اوبشن primary gpu yes فانا رح انسخها وبعمل عملية لسق بحذف السباس من نهاية السطر وهلا كمان control x لحتى احفظ الملف وبطلع منه قبل ما اعمل اعادة التشغيل خلينا نشيل الاعدادات اذا اجدت للاباوت رح شوف انه الجرافيكس اللي هي الانتل وبالنسبة للويندوينج سيستم اللي حكيت عنه بالفيديو الماضي اللي هو الديسبلاي سيرفر شايف انه ويلند بعد اعادة التشغيل رح شوف انه صار يستخدم الانفيديا وال X11 لاني مثل ما حكيت انه الانفيديا والويلند لسه ما بيشتغلوا مع بعض بعد ما عملنا اعادة التشغيل خلينا اخر شغلة نعملها نتأكد انه صار عماله يستخدم الانفيديا ومثل ما قلت انه رح يستخدم X11 بدل الويلند للاعدادات شوف انه الجرافيكس صارت الانفيديا وبالنسبة للويندوينج سيستم صار ال الانفيديا والطريقة الثانية لحتى اتأكد انه عماله يستخدم انفيديا بدل الانفيديا مثل ما عملنا من شوي من الترمينال بيشي للتعليمه اللي كتبناها من شوي اللي هي الابل glx info ومثل ما اللي شايف انه الفندر هو انفيديا وباعتبار انه من شوي نزلنا الار بي ام فيوجين المستودعات فهلأ صار في عندي امكانيات نزل برامج اللي ما كانت متاحة من شوي فمثلا لو اجينا للفلاتباك خلينا مع الفلاتباك ودورنا على سبوتيفاي فلاتباك سيرج سبوتيفاي رح شوف انه السبوتيفاي صارت موجودة بالبداية ما كانت موجودة بس هلأ صار فيني نزلها عن طريق الفلاتباك بنهاية الفيديو لا تنسوا مثل عادي الاشتراك بالنسبة لغير المشتركين تحياتي وسلامي الحار لكل الناس المشترك بالقناة لا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم واصحابكم بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله